برح كمان اللواء محمد توفيق وزير الداخلية عمل اجتماع مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية لمتابعة إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك ورفع درجة الاستعداد والانتشار الأمني المكثف لضمان سلامة المواطنين عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعده والقيادات الأمنية كما تم التواصل مع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاستعراض ثوابت استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية وما تحقق من أهدافها في شأن حماية أمن المواطنين وزير الداخلية قدم التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية مشيرا إلى أن الفترة الماضية قد شهدت تحديات ناجمة عن تداعيات الأحداث العالمية الجارية وأن الجهود التي بذلت من قبل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة كان لها بالغ الأثر في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتابع مع القيادات الأمنية بمدريات الأمن على مستوى الجمهورية محاور خطة تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كافة المستويات والأصعضة وأطر التنصيق بين مختلف قطاعات الوزارة لفرض معطيات الأمن ودعائم الاستقرار بما يرسخ الوجه الحضاري للبلاد وشدد وزير الداخلية على ضرورة اليقظة الأمنية ورفع درجة الاستعداد والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهم والحيوية بالدولة وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل كما شدد على تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع والمقاصر السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات المرورية وعنصر الشرطة النسائية لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة كما وجه بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريع والمحاور والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمن الحدودية بين المحافظات والتمركزات السابتة والمتحركة وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولات المرورية وفي إطار ضبط حركة الأسواق وجه وزير الداخلية بمواصلة الحملات التمونية لضبط جرائم الغش التجاري والتحقق من توافر مقاومات الصلاحية للسلع لحماية المستهلكين والتصادي لمختلف الجرائم التمونية بخاصة محاولات حجب السلع بقصد رفع أسعرها كما شدد وزير الداخلية على التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الآداء الأمني والتأكد من انضباط القوات والتزامها بتنفيذ الخطط الأمنية على النحو الأمثل كما أكد على أهمية مراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصادي لكل ما يمس أمن وسلامة المواطنين وفقا للأطر القانونية معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام المكلة إليهم لحماية أمن المواطنين ترجمة نانسي قنقر